أهلا بكم مشاهدين من جديد عدنا معكم في هذا الجزء الثاني من حصتكم من قلب شان من قلب شان تأتيكم للحديث عن كل ما يخص كأس مم إفريقيا للمحليين الجارية وقعها بالجزائر وذلك بمعية محللين والتقنيين وعيدوا كذلك الترحاب بضيوف الحاضرين معي أزدي المجم مرحبا بك مرة ثانية وكذلك رفيق بن سالم مرحبا بك مرة ثانية إذا تحدثنا في الجزء الأول عن ما قدمه المنتخب الجزائري لحد الآن ضد كل من ليبيا إثيوبيا وما ينتظره ضد الموزنبيق يعني الخضر ظهروا بوجه شاحب في اللقاء الأول اللقاء الثاني شفنا أداء أحسن شفنا تغير نحو الأحسن لكن مع بعض النقائص اللي ما زالت موجودة إن شاء الله في اللقاء الثاني تكون فرصة كذلك باش نواصلوا التحسن لأنه تحسن يأتي بتولي اللقاءات إن شاء الله تكون فرصة كذلك للعبين الذين لم ينالوا فرصة اللعب كثيرا في هذه الشان لحد الآن ينالوا كذلك فرصتهم وتكون نتيجة إيجابية ترفع من معنويات المنتخب ويتأهل مباشرة في المركز الأول للدور القادم بعيدا كذلك عن المنتخب الوطني عزدين المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين الجزائريين أصدرت بيان يعني استنكرت فيه تعليقات ويعني من الصحفي ومديع رياضي في شبكة قنوات بين السبورس القطرية يعني شناء المديع المغربي حاول تحريف أو تزييف الوقائع يعني خلال لقاء الكاميرون والكونغو الذي جرى بوهران نشوفه قال أن المنتخب المغربي لم ينسحب من الشان وإنما منع لم يشارك وينسحب ولكن تعدل عليه الصفر إلى الجزائر هكذا قال بصريح العبارة يعني نقول أنه هذا تزييف للواقع والحقيق لو كان كلمه صحيحا كيف لبيعتة المنتخب المغربي التي شاركت في بحر الألعاب البحر الأبيض المتوسط دخلت إلى الجزائر يعني بنفس الطريقة التي دخلت البيعتة المغربية في الألعاب البحر الأبيض المتوسط كان منتخب المغربي استطيع الدخول إلى الجزائر وفوق ذلك طلبوا خط مباشر تم فتح الخط المباشر يعني إلى الجزائر مباشرة ولكن أصروا على التنقل بطائرة المغربية يعني تتنقل بطائرة مغربية أو تونسية أو ليبية أو قطارية بالأكس ربما لما تتنقل في شركة طائرة ألمانية أو فرنسية تكون الطائرة أفضل من الخطوط الملكية المغربية يعني من حيث عوامل الراحة ومن حيث يعني هذا يبقى تفصيل صغير فقط يعني أزدين كما تحدثنا المنتخب مغربية المصر على أنه لن يشارك في الضورة بما أنه فوزي لقد جاء أعلن أنه سيعتمد على منتخب أقل من 23 سنة والمنتخب الذي يتنقل بنيت الدفاع علاقة به لا يتنقل بمنتخب أقل من 23 سنة صحيح ينون المؤمن مجبوش قاعد الصحفي هذا ويخدم في بيئنسبور يقننت شبكة قناوات يعني محترمة وعالمية وعملاقة يعني يجبون تتفطن لمثل هذه التصرفات من هذا الصحفي هذا الصحفي هذا إيسي بيان بالجزائر وفرت قاعد ضروف الملائمة لحضور الفريق المغربي الجزائر سهل وقعت سهل وقعت سهل وقعت سهل وقعت لهم وقعت لهم وقعت لهم وقعت لهم ويسي بيان ما سب شوش يحضره ويحضره هذه الكلام هاداية أنا والله ما نرده لي خاتره نشوفه في على أرض الواقع وما تنساش يا سيد الصحفي كان هنا رئيس الاتحادية الدولية اللي كورت قادم أين فونتينو وعلى باله بالدوسي وشاف وكلش رئيس متسنبي تعلق الكاف تانيت هنا السوكريتير جنيرال كان هنا وكان أمام اتصالات ما ليمون بتعلق الكاف مع القجاع باشي غير رايو ومع طاولك ورواح والدنيا ولكن هو عود دي بار يا سياسي الصحفي الرئيس الاتحادية تعكم تع المغرب عود دي بار ما كانش يحيجي هذو كل مناورة اللي كان يديرون انت كيف أشرافيق انت ديت لاكوبها ديت ديتها ان دميل ديزويت وديتها ان دميل فا وما دا تقول نبعت لأي فانتروا وما دا نجي ما نجيش نورمال ما قالو كان عندك جرأة وعندك وراك تاكل على شقعك اروح دافعت تيتر تاعك ولكن انا والله ما نزيد حتى هذراف هذا الانسان هذا ما نزيد نقول والو العالم افريقيا كامل شافت والعالم كامل شاف باللي تزاير حالة لكم البيبان كامل باش جي وانتو ما لي ما احبيتي وش جو هذا وش كاين حتى المنظمة الوطنية للصحفيين الرياضيين من خلال هذا البيان التي اصدرته طالبت من القناة من شبكة القنوات قنوات بيانت سبورت يعني ان تتفطن لمثل هذه التصرفات لانه سبقت سبقت هذه السقطة من هذا الاعلام اشاعات صدرت من يعني على موقع القناة انه تفيد بين المنتخب الكاميروني لان يشارك يعني شفنا سلسلة من الاشاعات يعني لا وضعات على موقع القناة ولكن ولكن تضع يعني على موقع قناة كمجموعة قانوات بيانت سبورت يعني بسمعاتها وبوزنها تضع يعني معلومة بدون تأكد يعني وضعوا معلومة بأن المنتخب الكاميروني قد لا يشارك يعني من اي اساس يعني استندوا على هذه المعلومة يعني هذا قبل قبل هذا هذا اللقاء ما فريق ايتيوبيا قبل هذه الواقعات التنقل وعدم التنقل يعني هذه وضعوا كذلك يشاع حول فريق اوغندا ايتيوبيا تاني تقال لك بروبلم فنانسي وكلام ايتيوبيا يعني تشوف انه كل ما تقوم به الجزائر تحاول تشويش عليه يعني نقول ان انستطع القول يعني مجموعة من صحفيين داخل هذه القناة يعني على إدارة القناة انت تفطن في هذا السياق المنظمة للصحفيين الرياضيين رافعت هذا البلين وطالبت بالتفطن لمثل هذه التصرفات وبالاعتدار الرسمي من القناة لما بدر من هذا المعلق الذي لا يمثل الى نفسه على كل حال ومعلق برك واش دخلك انت انت معلق تعلق على موقع بلاي خلاص الماش تحل الدار انت معك صحفي تكتب وتتنشر وعندك من شاف منشورات ونس تبع فيك انت انت معلق يخلاص راه يا ما شاوي لعب تعلق وجرح لدارك واش دخلك دك في هاد الامور هاد هم هاد دنيا هم هاد يخدموا بيهم ربما رافق يود استغلال منبر الاعلامي اللي هو متواجد فيه يعني القلمة والكلمة اللي يعني ممنوحة له حتى يخدم مصالح ما وهذا الصحفي محترف والاعلامي المحترف يبقى حيادي ويلتزم باخلاقيات المهنة ولا ينجروا لا وراء يعني لا لا يميلوا الى هذا او الى ذاك يعني يبقى ملتزم باخلاقيات المهنة ولا يأخذوا اي موقف سواء معه او دد انا متأكد اخويا حمزة بلي هاد هاد جوناليست على باله بالمغرب لي محبش جواه متأكد او يصف الاسباب ويعضروا ويستغل في اسم القانونات لمواجمة الجزائر لتشويه التنظيم الجيد للشان وامورات اخرى امورات سياسية يعني كل ما زادوا يعني ارادوا من سواء هاد الصحفيين او حتى الجامعة الملكية المغربية يعني برئاسة فوزي كل ما ارادوا خلط السياسة بالرياضة وبكرة القدم يعني الا وزادوا من مهازلهم وزادوا من يعني يعني حيادهم عن الحقيقة وعن اسجادة الصواب صح كما داروا باش يشوشوا على الدورة هادية والدورة ينجح 100% حد الان من شاء الله تدوم ما تنساش انت قلت ديجا غير كيما في الحيصص اللي اجازوا خيرو لضا تراجو صور تعل كوب دي كلاب لجور ما مع حفل افتتاح ويعرضو انفونتينو مع وارو هنا افتتجار يعني قلت تشويش هاداوش كيندا ما صوفش هاش يهدر هوا هادر وخلاص حتى لم يكنوا ينتظروا هاد الجودة في المنشآت هاتك صحة وما قدمته الجزائل حتى الان يعني بعد كأس عالم بقاطر عزدين الفين واثنين وعشرين كانت يعني منشآت وهيك القاعدية خارقة للعدة شفنات نظيم كبير كانت رائعة عالم انه ينظم اي مظاهرة رياضية ولكن الجزائر يعني بعد كأس العالم مباشرة جي تنظم رفعت التحدي وانا يعني استذكر الان تصريحات ضيوف الجزائر منهم صحفيين منهم يعني كلهم اشهدوا بالتنظيم وقالوا وجدنا في الجزائر في هذا الشار يعني ما لم نجده في اي تظاهرة رياضية في في القارة الافريقية منذ يعني انطلاق تظاهرة رياضية شاف انا كيكن جاي للستيديو دوكاف في السيارة سقعت نسمع في الراديو تصريح تع جاهيد زفيزف القناة 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 الاولى اي الراديو ودويت ودويت يروح كومبليس بحقلك هذا هذا يجب يسمع وشقل أينفونتينو وموت سانبيل سيد رئيس تع الفيدرالية تعنا قال تقول أني في بلاد اوروبي ما زال غدوية يخرج على كل حالة ما زال في الراديو قال أني في بلاد اوروبي هذا موت سانبيل تانيت من باهر وينفونتينو تانيت شكر في الجزائر وشكر في التنظيم هذا وشكر في الدورة هذه ما زال أكثر من ذلك حتى أنه كأس من أفريقيا كان حديث عنها أنها آخر نسخة بالجزائر وبعد هذا التنظيم الناجح وهذا التقطية الإعلامية الكبيرة لفاقة أزيد من 60 دخل في لقاء الافتتاح وفي اللقاء الأول وفي حفل الافتتاح في حديث عن إمكانية مواصلة الشان من جديد يعني هي الجزائر هي من أعادت أحية هذه المنافسة التي كانت مجيدة شوف نعطيك واحدة المعلومة تولي ما لبركم شبيحة تانيت كي قال لك راح نديرو لكوب 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 هذي كين حيو الشان هذي حنا عباك حنا الجزائر جايين في لونف حنا جايين في لونف إبعا حتى فريق جزائري ما كاي كاي الويداد الراجع الإسبرانس و فريق وخداخر تونس وكالما المغاربة ولمصريين و إبعا الجزائر ما كاي حتى فريق في لونف ما محطو محطو ني جي اسكا ني مولوديا ني سطيف ني ليس ما تانيت محطو ما ما داروها مش قاعد ما داروانش باش يشاركوا في هاد القضية راي تمشي ولا شباب الوزدة وشباب الوزدة داي بيس كومان اللي دوا الشامبيون على الدنيا نسيتهم برك إبعا ما مش داخلين في هاد السيبير كوب اللي راحوا يديرها هذا لأنه الجزائر غائي بعد المكتب التنفيذي للك يا تك صح هذه ما حبيتش نقولها كي لو بتصريح تح هدايا حبي يقول كاين أدروا اللي راي شو في سيارة في سيارة اكزاكتوما اكزاكتوما ما داروها مش قاعة داروها مش قاعة و لكن إن شاء الله تكمل إن شاء الله تكمل هاد الشان على كلامك إن شاء الله هاد الشان زي تكمل للشباب اللي راو جاي و هاديت على سيارة كوب داي كلب و الدنيا والله ما في حتى فإذا لازم تكون عندك فريق يكون عنده أموال يكون عندك دامش لي جاتي لها فيها تنديك شان سيالا هذا التحامل من طرف الجامعة الملكية المغربية أو من طرف الصحفيين المغاربة أو مواقع التواصل الاجتماعي أو لا يمثلون إلا أنفسهم لأن الشعب المغربي شعب شقيق و الشعب تربطون به كل الصداقة و كل الأخوة و نكن له كل الإحترام ولكن هذا اللوبي الذي يتحرك ضد الجزائر أربكته رجوع الجزائر بقوة إلى الساحة الإفريقية هذا دليل أن الجزائر رجعت بقوة إلى الساحة الإفريقية و حتى فيه حديث عن إمكانية تغيير الإعلان عن مكان بلد المستضيف لكان 2025 والجزائر في أفضل في أفضل في أفضل الظروف لنيل هذا شرف التنظيم خاصة بعده كما تكر عزدين رئيس الفيفا رئيس الكاف كلهم من باهروا بما وجدوه في الجزائر في كل الملاعب متحتو و كذلك عزدين كنا أطلقنا نداء من هذا البرنامج على الجمهور أنه يكون واعي و يكون متحضر لأن الأطراف من هنا و من هناك تستغل أي هفوة من أجل تكسير و من أجل الضغط بسلب على ملف في الجزائر في هذا السياق شفنا بعض من رواد موقع التواصل الاجتماعي كانوا أطلقوا حملار ضد اللجنة المنظمة و انتقادات مجانية حول الكرة البرتقالية التي صممتها اللجنة من أجل يعني في حالة ما إذا تسقطت التولوج يعني الجميع سخرة من ذلك لما كانت الحرارة مرتفعة و كان الجو ملائم الآن التولوج تسقط في قسنطينا و اليوم ستستعمل الكرة يعني الكرة البرتقالية يعني نشوفوا أنه اللجنة المنظمة لما تكون أمور سلبية انتقدناها عزيزين لكن لما تكون أمور إيجابية لازم نتوقفوا عندها و نشيروا لها أنا كنت شفت كان فيه تشويش كبير على التنظيم الجيد للجزائر الشان شفت فيديو في اليوتيوب يقول أن مباراة جزائر إثيوبية شهدت أعمال شغب في اليوتيوب أعمال شغب و يخدموها بالفوتوشوب و بالشعب الجزائري الجمهور الجزائري اعتدى على اللاعب إثيوبيين و فيها إصابات يعني شفت في اليوتيوب شفت في فيديو كما هذا تعرف المصدر التي تحوم منه خلاص صح تخيل الجواب و جواب الأحمق سوكوت تخيل أن هذا لم يحدث شيء و شوف يعني محاولة حتى لو حدث أي شيء بسيط كان يكون أكثر يعني تهويل و راولنا شفنا في تلفزيون الجالية الإثيوبية كانوا قاعدين و سيبورتي و لأوال لأوال تبال لكن عندما إنسان لا يرى في عين مكان و يرى الفيديو مصدر مثل هذا يعني يصدق هذا رافيق ناس فاقت ولا غير ناس فاقت هل بل رام يخدم هاد كما تقول فابريكي و هاد الفيديو هاد واش نرجع للكورة برك ورا كتيقني انت تاني تاخو رافيق هدي كور تقدم أورنز لازم تكون هولندا و دنمارك و السويد و فرنسا و إنجليترا كيكون تلج لازم تبدل بحاجة الكورة هي بيطة بلك حلب بيانسي تلج أبيض هكذا وغير و لا في المروك توجي تلج خضر ما نيش عرف ولكن لازم تبدل الكورة لكولة الكورة باش تبال اللعب واده شي طبيعي هاد قائل بي يديرو هاد شي وكي دارة الجزائر أم بالون أورنج على بلهم في هذو كل مناطق اللحو يلعبو فيهم يكون تولوج و الله بربا مش فينا البارح في قصر الحمد لله كتر خير ربي سبحانه هاورزقنا بشتاء والأمطار والتولوج الحمد لله لازم تلعب كورة كيما هذيك باش تبال وهدية العالمية لازم تبريباري لكل حاجة تطيلها وقتها لازم هدية العالمية اللحب يطلع النيفو ويطلع المستوى الرياضة في الجزائر لازم يتمشى مع هالدوره بلان أورون سبتشتاء مش يقلم عندناش كاين كلش كاين لازم هدية هدية اللحب يطلع المستوى حنا نرى نطلعه وخليهم نحبي يهدر يهدر وخلاص اكيد يدلنا نواصلوا الحاديث عن لقاءات هدف تحنا فقط يعني قوس طلنا في الحاديث نظر لأنه على بلنا أنه يوجد سيرع كبير في كواليس الكاف عزدين من أجل احتضان كأس ومم أفريقيا 2025 نتمنى أنه تكون في الجزائر إن شاء الله إن شاء الله والأمور تسير في الطريق الصحيح لحد الآن نتحدثون الآن عن لقاء اغندا والسينيغال عزدين والكونغو كوديفوار المجموعة الثانية شفنا لقاء اغندا السينيغال انتهى بتفوق اغندا بهدف مقابل سفر منتخب اغندا منتخب قاوي عزدين لعب بدك سير الليقة منقلوش سيطر ولكن سجل كان فعال فقط وتفوق على السينيغال بهدف مقابل سفر نتيجة غير منتدارة على كل حال ولكن ندية كرة القدم تؤمن بالفعالية فقط رافيق منتخب السينيغال في الشوط الأول كان مسيطر عندما يرى إنسان المقابلة يرى أن المنتخب السينيغال كان مسيطر ولكن لم يحسن استغلال الوقت الذي كان مسيطر فيه لم يسجل الأهداف جاءت فرص عديدة للتسجيل ولكن لم يسجل نعرف الفريق الذي يضيع يتلقى هذا حتى المعلق الجزائي يتكلم عليها لم يكمل الكلام وكان سجل هدف منتخب الأوغاندي هذا منتخب السينيغال يستحق الخسارة لماذا؟ أول شيء لاحظت أن اللاعبين المنتخب السينيغال يتعاملون بقوة بدنية قوة بدنية مفرطة في الحالات غير وإنما تحتاج القوة البدنية يستعمل قوة حماقة نحن نقول حماقة أو السذاجة أو لا سموها ما تحبوها على اللاعبين حسب الإمكانيات التي عندهم يلعبون بسذاجة وحماقة كبيرة يشوف دائما استعمال الحال الفردي وين ما لازمش نحن عارفوا بالتوقيت المناسب على اللويتايمينك عندهم هذو الفرق بين لاعب صغير ولاعب كبير أنه يستعمل دريبل وين لازم في الوقت لازم نحن في إفريقيا نشوفه المتخابات الإفريقية عندهم عندهم معرفين بالجانب الأفريق متهوري لا تقضيت سنة منه يخرجك بخر جامعة لا تقضيت سنة منه نحن الأفريق عندهم الجانب التقني هما موهوبين في دريبل ولكن لا يعرفوا كيف يستعمل الموهبة هذه صح دريبل يستعمل لقطة شيخ سيديبي يستعمل دريبل في كاتجور قدام وحبي دريبل لهم عباك هشور عندك يسموه اللاعب السلمي وكان قادر بين باسي يميني بين ربعا عند الإمكانيات ولكن كلاعبين كلاعبين ولكن كلاعب جامعي وكفريق نشوفه بلي مكاش يعني أداء جامعي مكاش نكمل وشقة لخويا رفيق عندي بعض الإحصائيات شفناهم وشقة لخويا رفيق لانجوستر لانكيف كيف الفريق السينغالي فليتير ديزويتير 18 18 نقطفة الفريق الأوغوندي 6 منهم واحدة وحدة وحدة الفريق السينغالي 4 ربعا قدري لخويا رفيق 63% السينغال و37% الغوغاندا فرقبير فرقبير نعم نعم رفيق رفيق لانجوستر 410 الفريق الغوغاندا 258 نعم 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 سينغال 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 54% سينغال و74% سينغال سينغال كانوا متوفقين في كلش ولكن الإفكاسيتي ما كانوا يزيدوا الدنيا كانوا خمسة سينغال وثلاثة الفريق أوغندي تغلبوا في كل حاجة في كل نواحي ولكن كما قال هذاك زيادة وهذاك لدي شي يعني تشوف اللاعبين كنا ننتظر كان في شرط الأول بعد تسجيل منتخب أوغندي كنا ننتظر ردت فعل منتخب سينغالي ولكن ما نشوف منتخب أوغندي كان يمتز بالواقعية منتخب واقعي لأن الخطة التي أولى بحسب الإمكانيات اللاعبين توقع اسمح لي كنت كلمة الخطة الخطة وما نشوف الفريق أوغندي كي تجبت الخطة على كف جيس جيس تروكا 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 يقول كانوا هجومين ما قالوا شي يحبوا بايا يلابوا يقردي ويستعملوا 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 هما استعملوا خطة ثلاثة أربعة ثلاثة يعني هما يعني كتشوفوا في لعب المتخب أوغندي تحس منه من الصعوبة تحس بلكين ثلث خطط يعني الخطة يبعدوا على الدفاع حتى على الدفاع أبليجا ويجاوا الفريق سينيغالي أنو يرمي الكورات الطاويلة سحشوف الفريق سينيغالي باركند كي شاف هاد هاد شي قاعد يلعب كاتدو ترواء لعب دو سنتينة سينيغال ساب دو سنتينة يعني ربع كنين ثلاثة واحد اللي تحتمد على الكورات الطاويلة هذا منتخب يعني تشوف المنتخب لاني تاكتيك هكوت في النقطة هذي يعني استعمال تاكتيك لا يناسب اللاعبين أصلا خطة 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 اللاعب اللاعب يتلعب في جهة والخطة في جهة أخرى صح انت لما تلعب بالخطة هذي وتلعب الكورات الهوائية على جوار واحد في وسط في وسط مدافعين يعني بانوا عن قوة صلابة دفاعية كنت ديجا قلت فلا بريمير بارتي تالحيصات أنا قلت لديو ساكسي وتاع أغاندا يتمتعوا بقامة طويلة ويلعبوا منع برازو يعني القوة هو التخمف الدفاع أغاندي منتخب أغاندي لعب بلوك با لعب منتخب الأغاندي لعب بلوك با وزاد لعب ديفونس كما نقولون يديفونسيون بلوك ديما ككتلة يعني مشي اللاعبين يعني يديفوندو كما نشوف المنتخب الجزائري مكاش يدافع ككتلة اه مكاش يدافع ككتلة ويلعبوش الدفاع المسطح تعقات فيرياريار كاوش كذا حاج اللولا حاجة دوزيان متأل لعبي السينيغال تركو مساحات فى الخلف تركو لعبيين لراقبة شفنا الهدف منجا جانيموا لاعب من الخلف توزيع لعب من الخلف ماركا يعني شوف بلوك 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 يعني ما لعبوك لاحسب الامكانيات تيوحهم لاحسب الخطة المدرب منتخب الأغاندي نقدر نتنبأ لك أنه حيكون الحصان الأسود لهذا الشهر لأن المنتخب الأورغندي منتخب قوي حيشكل مشكل لأي فارق أي منتخب أيضا من الجانب التقني نتكلم عن المنتخب السينيقالي قلنا كان يلعب الكرة الهوائية سهل مأمورية المنتخب الأورغندي نقص الفعالية أمام المرمى الاعتماد المنتخب السينيقالي على القوة والفرديات في غير محلها المنتخب الأورغندي لاعب بواقعية ولاعب بخطة دفاعية وتركيز على الهجمات المعكسة وعدم المغامرة كثيرة لا يوجد غامر في الهجوم تناسق الخطة وإمكانية لاعبه يحسب الموائع الذي لديه يحسب اللي كانت تعليجه التزام تقتيكي يحسب للمدرب ميتو تشوف بلي التزام تقتيك من التزميم بالخطة عدم ترك مسافة كبيرة بين الخطوط هذا الشيء الصعب قلت لك أنه تحس بلي كين تكينيكي بكين حاجة صورة بالمأمورية لمنتخب السينيكا لكيت حتوا عني اللقاء الثاني للمجموعة كونجو كوديفور انتهى بصفر مقابل صفر اللقاء ليس هناك الكثير أنا شفت المقابلة شفت المقابلة هنا في مقر القناة هنا شفت المقابلة لا أبقى كين على الوسط سريعا أزدين بعد إحصائيات بعد إحصائيات ما كانت زرا زرو أو ميلي ديرو زرا زرو لا كاش فيهم رابع وليس في عائدة الفورس أو اللابينا متقاربين متقاربين في كلش اللي تير بالكزمال الكود ديفور تيراو 17 خمسة كادري الكونجو تيراو 12 واحدة كادري 제ope النموعة في السم المترونة المقوعة المهمة المنوعة في سم المنوعة لاكnelle roman ل حالة الوطن و Latgiy utlerne 635 سنة بتكاري عدو 80% 1 2000 لدفن العام لدفن العام 5% من علم المستقف و4% في ط��라고요 سيحسن السامن مختلفة المستقف مقابلة كونغو ومقابلة كوديفور مقابلة متكافئة يعني تشوفها متكافئة من الطرفين صح صح لم ترتقي إلى تطلعات الجماهية يعني ما تكتشف فرجة شرط أول بطيئ الناسق كنا ننتظر أن تغير الناسق في الشرط الثاني خاصة من الجانب الأفوالي المطالب بالفوز ومطالب بثلاث نيقات خاصة الثلاث نيقات ومغامرة أكثر يعني في الهجوم مغامر فيزيكا بزاف كان مغامر لدول هادوك وثقل في الانتقال وتتحول من الحالة الدفاع إلى الهجومية والعكس والعكس نعم محدودية اللاعبين في تطبيق خطة تكتيكية عدم فعالية أم المرمى وتطبيق خطة تكتيكية لتتناسق وإمكانية لعبين التساهل أم المرمى ما شمنها فرص يعني الشيخ سيدي بيتعامل معهم مرمى شوح دي سانتري ديرو تيراح ضربها عدم اللاعب في العقب يعني نتكلموا كما قال مباراة مملة نتيجة سلبية ولقاء يعني لم ينخف سلبية أنا بل ما لسلبية موفي ماتش اللي شفنا أكيد إذن بهذا نصل للختم هذا العدد من قلبي شان عزدين نشكرك على حضرك معنا آخر كلمة الله يسلمك و لا شكر على واجب ونحن هنا في الخدمة ونشكر مشاهدين والمشاهدة قناة سلام تيفي وجميع عمال مجمع سلام تيفي ونشكر خيارة فيق صافيان بوم ومما تشوف ناش وفادنا تانيت الله يبارك نسفادوا منه وإن شاء الله مشي آخر مرة لنت تكون معنا حاضر رافيق نشكرك على حضرك معنا نشكرك أخي عزدين على الإحصائيات الدقيقة ونشكرك قناة سلام على الدعوة إن شاء الله لدي إهداء لريد خويا بريد خويا بن سلام محمد آمين حيي ونعون حيي أخويا طارق المولود يعني عنده مولودة جديدة ماريا صحيح أولا نجيب لكم مرة إن شاء الله مرة نجيب لكم إن شاء الله أربي أحفظكم أربي أحفظها إن شاء الله إن شاء الله يعني شفاء العاجل لي والد الكريم أكيد إذن أنا بدوري وحييكم على قدمكم معايا الأثنين يعني رفق كل من ستعو يكون حاضر معنا عزدين كذلك وحيي الفريق التقني الذي سهم في إنجاز هذا العجد وعلى رأسهم المخرج خالد زملاء قسم البت حميد خراس معي الزريم عبد الإله الناصري زملاء القسم الرياضي علي مقروس حاكيم فتح جزيري وكذلك في التصوير صونيا مجيوة وكل زملاء كذلك في مجمع قناة السلام أشكركم أنتم مشاهدين الذين تابعتمون طيلة هذا العدد وعلى أمن لقائبكم في عدد قادم بحول الله تمتم في رعاية الله وحفته اشتركوا في القناة